بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمة تنتمنى اللي تيشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة تنشكر الناس اللي تخلوا لي تعليقات زوينة تنشكر الناس اللي دعموني في القناة التانية تنشكر الناس اللي ديما مسنديني وتنقولهم شكرا جزيلا إن شاء الله بحول الله غدين ناخدوا واحد وصفاء خاصة بالناس اللي عندهم تعطيل الأحوال الناس ديما عندهم مشاكل في البيت وعندهم صداع وعندهم مشاكل على المال وديما قلة الفلوس وديما قلة الراحة وديما عندهم مشاكل في نقص الرزق اليوم غدين شاء الله غدين حطوا واحد وصفاء رائعة بإذن الله الوصفات اللي سنحطوا ديال الرزق جابوا صدا معا بزاف الناس والحمد لله حطوا لي تعليقات على حسب الرزق ووصفات ربانية من القرآن الكريم وإحنا تنكون أسباب تنعون بعضياتنا تنكون إن شاء الله نكون سند بعضياتنا أول حاجة أول حاجة غدين ناخد نافع وحبة حلاوة النافع وحبة حلاوة النافع هو اللي تكون الحبيبة دياله كبار وحبة حلاوة تكون الحبيبة ديالها صغار أنتوما هانتوما هما مخلطين إن شاء الله بحول الله وقوته غادي نحط مئة مرة يباسط 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 مئة مرة وغادي إن شاء الله نقول هذه القراءة اللي غادي نعطيكم إن شاء الله آية من سورة الشورى أعود بالله من الشيطان الرجيم له مقاليد السماوات والأرض يباسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم غادي نقولها 11 مرة على المكونات هذه المكونات أشغل ندير بهم غادي ناخد آآ قليل من ماء ساخن ونخوي نخوي في ماء ساخن وغادي نرش به زواية البيت ما غاديش نبخر به هاد الوصفة ديال حبة حلاوة والنافع هنخوي عليها ماء ساخن حتى ترقد وتلق آآ تلقى ذك اللول الأصفر وغادي نخليها تتبرد وغادي نرشها في زواية البيت والعتبة وغرشها حتى في الملابس لأنها جيدة في جلب الخيرات وجلب الحض وجلب القبول وجلب البيت الخيرات آآ المكون اللي غاديشيط آآ دوك البقايا ديال الماء اللي خديتي وبقاوا البقايا غادي تهزيهم وتلوحيهم تحت شجرة إذن حبة حلاوة والنافع تحيين لنا التعثير ديال آآ قلة الرزق وغتجيب معنا البركة في البيت آآ الرش العتبة آآ تحيين لولا والرش الزوايا المتبخ الغرف آآ الرش هذا ندير شي بخاخ ونحاول الرش قاعد الزوايا إلا المرحد ما الرش إلا البيوت والعتبة إذن حبابي مبقى لي غير أقول لكم حاولوا اتدعموني وتعلموا الجرس وتأبونوا بحول الله وقوتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته